في إطار الاحتفال بيوم شرطة البحرين والذي يوافق الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام تتابع إدارات وزارة الداخلية تقديم خدمات أمنية رفيعة بأعلى درجات الدقة والسرعة والإنجاز ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية في يوم شرطة البحرين يتواصل الأداء المهني من أجل تقديم خدمات أمنية رفيعة للمواطنين والمقيمين عبر منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية وهو نهج تعتمده مدريات الشرطة في المحافظات والتي باشرت خلال هذا العام ما يزيد عن سبعين ألف بلاغ وغضية تقوم المديرية في المساهمة في إنجاح الفعاليات الكبرى التي تقام في هذه المحافظة وهي عدة في ظل العهد الزاهر لسيد جلالة الملك طبعا مديرية شرطة المحافظة الجنوبية تباشر أيضا في مراقبة الكامارات الأمنية على الشوارع الجنوبية الحيوية أيضا تباشر في الحملات الأمنية للحد من ظاهرة التسول هناك أيضا حملات المعاينة للقصور الأمني للمحلات التجارية والبيوت المهجورة هناك أيضا طبعا زيادة البرامج التدريبية لموظفي المديرية لتحسين العمل الشرطي والأمني والخدمي المقدم لكافة شرائح المجتمع تلقت المديرية إلى اليوم أكثر من 30 ألف بلاغ بمعدل 80 بلاغ يوميا ولكن زيادة البلاغات ما تعني بالضرورة زيادة الجريمة حيث أن أكثر من 60% من البلاغات تكون بلاغات الفقدان والعثور والشكاوي الإدارية والمديرية تقوم على طوال السنة بعدد من الترتيبات الأمنية المختلفة وذلك لاستقبال العديد من الفعاليات والاحتفالات على مدار السنة تتشرف مديرية شرطة محافظة المحرق بتغديم خدمات اجتماعية وأمنية متميزة بالشراكة مع أهالي المحافظة والمؤسسات الأمنية من هذه الخدمات توفير الرعاية والحماية للأسرة خصوصا المرأة والطفل من خلال مكتب حماية الأسرة كذلك بادرت المديرية بإنشاء مكتب خدمات الشرطة للنظر في الشكاوى الإدارية والنزاعات المالية البسيطة ومحاولة الوصول إلى حل ودي بين الأطراف ضمن الإطار القانوني لها مديرية شرطة المحافظة الشمالية تعمل على مدار الساعة من أجل حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها من خلال انتشار الدوريات في الطرق والأحياء السكنية إضافة إلى مباشرة البلاغات التي ترد إليها ورصد السلوكيات المنحرفة وتقديم النصح والإرشاد كما لدى هذه المديرية غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة مهمتها مراقبة لوضاع الأمنية في عموم الأحياء السكنية والطرقات من خلال متابعة الكاميرات الأمنية وتحرص مديريات الشرطة على معالجة البلاغات والقضايا بأعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية فأمن المجتمع وسلامة مواطنيه غاية النبيلة تستحق مزيدا من التضحيات وتبقى الشراكة المجتمعية حجر الزاوية في تحقيق الأمن الشامل